بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الحادي والعشرون الوجه الأول يبدأ حالا تابع لكتاب الأطعمة من مختصر صحيح مسلم الباب الثالث عشر طعام الاثنين كافي الثلاثة 1310 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة أخرجه البخاري 5392 1311 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية الباب الرابع عشر المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعا 1312 عن جابر وابن أمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعا أخرجه البخاري 5393 وخمسة الاف ثلاثمائة واربعة وتسعين وخمسة الاف ثلاثمائة وخمسة وتسعين 1313 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في ميعا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعا أخرجه البخاري خمسة الاف ثلاثمائة وستة وتسعين وخمسة الاف ثلاثمائة وسبعة وتسعين الباب الخامس عشر في أكل الدباء 1314 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه قال فقال أنس فما زلت بعد ذلك يأجبني الدباء أخرجه البخاري خمسة الاف واربعمائة وتسع وثلاثين الباب السادس عشر نعم الإدام الخل 1315 عن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من أدم فقالوا لا إلا شيء من خل قال فإن الخل نعم الأدم قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر الباب السابع عشر في أكل التمر وإلقاء النوا بين الإصبعين 1316 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوا بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبه هو ظني وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوا بين الإصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم الباب الثامن عشر أكل التمر مقعيا 1317 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا وفي رواة أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا الباب التاسع عشر بيت لا تمر فيه جياع أهله 1318 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله قالها مرتين أو ثلاثة الباب العشرون النهي عن القران في التمر 1319 عن جبلة بن سحيم قال كان ابن زبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال الشعب لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان أخرجه البخاري 5446 الباب الحادي والعشرون أكل القثاء بالرطب 1320 عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب أخرجه البخاري 5447 الباب الثاني والعشرون في الكباث الأسود 1321 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم قال نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول أخرجه البخاري 5453 الباب الثالث والعشرون أكل الأرنب 1322 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أباطلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله أخرجه البخاري 2572 الباب الرابع والعشرون في أكل الضب 1323 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة سوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة بن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم إليه بطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرامني الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني أخرجه البخاري خمسة لاف ثلاثمية واحد وتسعين الف ثلاثمية واربع وعشرين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على صبت من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها الباب الخامس والعشرون أكل الجراد الف ثلاثمية وخمسة وعشرين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد أخرجه البخاري خمسة ألاف واربعمائة وخمسة وتسعين الباب السادس والعشرون أكل دواب البحر وما ألقى الف ثلاثمية وستة وعشرين عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى إيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصيين الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقططع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلائه فأقامها ثم رحل أعظم بعير أعظم بعير منا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطئمونا قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله أخرجه البخاري أربعة آلاف ثلاثمئة وستين وأربعة آلاف ثلاثمئة واثنين وستين الباب السابع والعشرون في أكل لحوم الخيل ألف ثلاثمئة وسبع وعشرين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل أخرجه البخاري أربعة آلاف ميتين و تساطعش ألف ثلاثمئة وثمانية وعشرين عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه أخرجه البخاري خمسة آلاف وخمسمئة و تساطعش الباب الثامن والعشرون النهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية ألف ثلاثمئة و تسع وعشرين عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية أخرجه البخاري خمسة آلاف وخمسمئة و سبع وعشرين ألف ثلاثمئة و ثلاثين عن أنس رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله و رسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها أخرجه البخاري خمسة آلاف و خمسمئة و ثمانية و عشرين الباب التاسع و العشرون النهي عن أكل كل ذيناب من السباع ألف ثلاثمئة و ثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه و عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذيناب من السباع فأكله حرام الباب الثلاثون النهي عن كل ذي مخلب من الطير ألف ثلاثمئة و ثلاثين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذيناب من السباع و عن كل ذي مخلب من الطير الباب الحادي و الثلاثون كراهية أكل الثوم ألف ثلاثمئة و ثلاثة و ثلاثين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جئ به إليه سأل عن موضع أصابئه فيتتبع موضع أصابئه فصنع له طعاما فيه ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابئ النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى الباب الثاني والثلاثون في ترك عيب الطعام 1334 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت أخرجه البخاري 5363 كتاب اللباس والزينة الباب الأول إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة وإباحة الانتفاء به وبثمنه 1335 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطاردا التميمية يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدم عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم حلة وقال شققها خمرا بين نسائك قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك أخرجه البخاري 2612 و 2614 الباب الثاني من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 1336 عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أخرجه البخاري 5830 الباب الثالث لا ينبغي للمتقين لبس فروج الحرير 1337 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين أخرجه البخاري 375 الباب الرابع النهي عن لبس الحرير إلا قدر إصبعين 1338 عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذر بيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه أخرجه البخاري 5830 1339 عن سويد بن غفلة أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع الباب الخامس النهي عن لبس قبائي الديباج 1340 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن ينزعه فأرسل به إلى أمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي فقال إني لم أعطكه لتلبسه إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم الباب السادس الرخصة في لباس الحرير للعلة 1341 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما وفي رواية شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل أخرجه البخاري 2019 الباب السابع الرخصة في لبنة الثوب من ديباج 1342 عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سميت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لابنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها الباب الثامن قطع ثوب الحرير خمرا للنساء 1343 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي كرم الله وجهه فقال شققه خمرا بين الفواطم أخرجه البخاري 2614 انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الباب التاسع النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب 1344 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع 1345 عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال لي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها الباب العاشر في النهي عن التزعفر 1346 عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل الباب الحادي عشر في صبغ الشعر وتغيير الشيب 1347 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد الباب الثاني عشر في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ 1348 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أخرجه البخاري 3462 الباب الثالث عشر في لباس الحبرة 1349 عن قتادة قال قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه أي لباس كان أحبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة أخرجه البخاري 5812 الباب الرابع عشر في لباس المرط المرحل 1350 عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط مرحل من شعر أسود الباب الخامس عشر في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد 1351 عن أبي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة قال فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين الباب السادس عشر في الأنماط 1352 عن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا قلت وأنا لنا أنماط قال أما إنها ستكون قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أخرجه البخاري 3631 الباب السابع عشر اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش 1353 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان الباب الثامن عشر فراش الأدم حشوه ليف 1354 عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه أدما حشوه ليف الباب التاسع عشر في اجتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 1355 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه الباب العشرون النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 1356 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى الباب الحادي والعشرون إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 1357 عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى أخرجه البخاري 475 الباب الثاني والعشرون في رفع الإزار إلى أنصاف الساقين 1358 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين الباب الثالث والعشرون لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطراً 1359 عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلاً يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطراً أخرجه البخاري خمسة الاف سبعمية وثمانية وثمانين الباب الرابع والعشرون ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 1360 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار فقال أبو ذر خابوا وخسروا منهم يا رسول الله قال المسبل إزاره والمنان والمنثق سلعته بالحلف الكاذب الباب الخامس والعشرون من جر ثوبه من الخيلاء 1361 العبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة أخرجه البخاري 3665 الباب السادس والعشرون بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به 1362 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة أخرجه البخاري 5789 الباب السابع والعشرون لا تدكل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 1363 عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جر كلب تحت فسطات لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمس لقيه جبريل عليه السلام فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير 1364 أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير الباب الثامن والعشرون لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب 1365 عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال أبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب أخرجه البخاري 3226 الباب التاسع والعشرون كراهية الستر فيه التماثيل وقطعه وسائد 1366 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تعالى قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين أخرجه البخاري 5954 1367 عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته أخرجه البخاري 5955 الباب الثلاثون في النمرقة فيها تصاوير واتخاذها مرافق 1368 عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة فقلت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة وفي رواية قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت أخرجه البخاري 2105 الباب الحادي والثلاثون عذاب المصورين يوم القيامة 1369 عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنى منه ثم قال أدن مني فدنى حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وقال إن كنت لابد فاعلا فصنع الشجر وما لا نفس له أخرجه البخاري 2225 الباب الثاني والثلاثون التشديد على المصورين 1370 عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجه البخاري 5953 الباب الثالث والثلاثون النهي عن تختم الذهب والشرب بالفضة ولبس الحرير والديباج 1371 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباء الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج أخرجه البخاري 5635 الباب الرابع والثلاثون في طرح خاتم الذهب 1372 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم 1373 عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرما به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمهم أخرجه البخاري 5866 و5867 الباب الخامس والثلاثون لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء من بعده 1374 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ثم كان في يد عمر رضي الله عنه ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله أخرجه البخاري خمستالاف ثمانمئة ثلاثة وسبعين الف ثلاثمئة خمسة وسبعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه أخرجه البخاري خمستالاف ثمانمئة أربع وسبعين وخمستالاف ثمانمئة سبع وسبعين الف ثلاثمئة سبعين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله أخرجه البخاري خمستالاف ثمانمئة خمسة وسبعين الباب السادس والثلاثون في خاتم الورق فصه حبشي واتختم في اليمين الف ثلاثمئة سبع وسبعين أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كثفه أخرجه البخاري خمستالاف ثمانمئة وسبعين الباب السابع والثلاثون في لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى الف ثلاثمئة وثمانئة وسبعين عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى الباب الثامن والثلاثون في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها الف ثلاثمئة وسبعين عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبأي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها الباب التاسع والثلاثون ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال الف ثلاثمئة وثمانين عن جابر بن حبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل الباب الأربعون إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا أخرجه البخاري خمستالاف وثمانمية وخمسة وخمسين وخمستالاف وثمانمية وستة وخمسين الباب الحاج والأربعون النهي عن المشي في نعل واحدة 1381 مكرر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا الباب الثاني والأربعون النهي عن القزع 1382 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض أخرجه البخاري خمستالاف وتسعمية وعشرين الباب الثالث والأربعون النهي عن وصل الشأر للمرأة 1383 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة أخرجه البخاري 5941 الباب الرابع والأربعون في الزجر أن تصل المرأة برأسها شيئا 1384 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا 1385 عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عام حجا وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بن إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم أخرجه البخاري 5932 الباب الخامس والأربعون في لعن الواشمات والمتفليجات 1386 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفليجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفليجات للحسن المغيرات لخلق الله فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر الآية سبعة فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها أخرجه البخاري 4886 الباب السادس والأربعون في المتشبئ بما لم يعطى 1387 عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور أخرجه البخاري 5219 انتهى الشريط الحادي والعشرون من فضلك انتقل إلى الشريط الثاني والعشرين بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني والعشرون الوجه الأول يبدأ حالا تابع لكتاب اللباس والزينة من مختصر صحيح مسلم الباب السابع والأربعون في النساء الكاسيات العاريات 1388 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا الباب الثامن والأربعون قطع القلائد من أعناق الدواب 1389 عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بئير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من العين أخرجه البخاري 3005 الباب التاسع والأربعون في الأجراس وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس 1390 أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس 1391 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان الباب الخمسون النهي عن وسم البهائم في الوجه 1392 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه 1393 عن نائم أبي عبد الله مولى أم سلمة أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوي في جائرتيه فهو أول من كوى الجائرتين الباب الحادي والخمسون واسم الغنم في آذانها 1394 عن أنس رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما قال أحسبه قال في آذانها أخرجه البخاري 5542 الباب الثاني والخمسون في وسم الظخر 1395 عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح أخرجه البخاري 5824 كتاب الأدب الباب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 1396 عن أنس رضي الله عنه قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أخرجه البخاري 221 الباب الثاني التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم 1397 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا ندعك تسمي باسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم الباب الثالث أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن 1398 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن الباب الرابع تسمية المولود عبد الرحمن 1399 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن أخرجه البخاري 6186 الباب الخامس تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه 1400 عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلة بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرت قال قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها ثم بسقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك الزبير رضي الله عنهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه أخرجه البخاري ثلاثة تسعمية وتسعة ألف أربعمية واحد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أسكن مما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله أخرجه البخاري خمسة الاف أربعمية وسبعين الباب السادس في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين ألف أربعمية وثنين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجرانا سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون سورة مريم الآية ثمانية وعشرين وموسى قبل إيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم الباب السابع تسمية المولود بإبراهيم ألف أربعمية وثلاثة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة أخرجه البخاري خمسة لاف وأربعمية وسبعة وستين الباب الثامن تسمية المولود المنذر ألف وأربعمية واربعة عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد بن أبي أسيد رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأب أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان يا رسول الله قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر أخرجه البخاري 6191 الباب التاسع تغيير الاسم إلى أحسن منه 1405 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر رضي الله عنهما كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة الباب العاشر تسمية برة جويرية 1406 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة الباب الحادي عشر تسمية برة زينب 1407 عن محمد بن عمر بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بمن سميها قال سموها زينب الباب الثاني عشر في تسمية لئنب الكرم 1408 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم أخرجه البخاري 6183 1409 عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة الباب الثالث عشر النهي أن يسمى بأفلح ورباح ويسار ونافع 1410 عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع 1411 عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمينا غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي الباب الرابع عشر الرخصة في ذلك 1412 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلحا وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك ثم أراد أمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه الباب الخامس عشر تسمية العبد والأمة والمولى والسيد 1413 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اسق ربك وأطعم ربك وضع ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا فتاتي غلامي أخرجه البخاري 2552 الباب السادس عشر تكنية الصغير 1414 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير قال فكان يلعب به أخرجه البخاري 6203 الباب السابع عشر قول الرجل للرجل يا بني 1415 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز قال هو أهون على الله من ذلك الباب الثامن عشر أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك 1416 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك في رواية لا مالك إلا الله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاه شاه وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمر عن أخنع فقال أوضع أخرجه البخاري 6206 الباب التاسع عشر حق المسلم على المسلم خمس 1417 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز أخرجه البخاري 1240 1418 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطص فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه الباب العشرون النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه 1419 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخرجه البخاري 2465 الباب الحادي والعشرون في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير 1420 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير أخرجه البخاري 6232 الباب الثاني والعشرون الاستئذان والسلام 1421 عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء أبو موسى إلى أمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال أرد علي أرد علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت فذهب أبو موسى قال أمر رضي الله عنه إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت قال نعم أبي بن كعب قال عدل قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت الباب الثالث والعشرون عن ابن مسعود الباب الثالث والعشرون جعلوا الإذن رفع الحجاب ألف أربعمائة واثنين وعشرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك الباب الرابع والعشرون كراهة أن يقول أنا عند الاستئذان ألف أربعمائة وثلاثة وعشرين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استئذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا وفي رواية كأنه كره ذلك أخرجه البخاري ستلاف مئتين وخمسين الباب الخامس والعشرون النهي عن الاطلاع عند الاستئذان ألف أربعمائة وعشرين عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنهما أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر أخرجه البخاري ستة الاف وتسعمية واحد الباب السادس والعشرون من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه ألف أربعمائة وخمسة وعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح أخرجه البخاري ستة الاف ثمانمائة سبعة وثمانين الباب السابع والعشرون في نظر الفجاءة وصرف البصر عنها ألف أربعمائة ستة وعشرين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري الباب الثامن والعشرون من أتى مجلسا سلم وجلس ألف أربعمائة سبعة وعشرين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه أخرجه البخاري ستة وستين الباب التاسع والعشرون النهي أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ألف أربعمائة ثمانية وعشرين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وفي رواية قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه أخرجه البخاري تسامي وحداش وستلاف ميتين وتسع وستين وستلاف ميتين وسبعين الباب الثلاثون إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 1429 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به الباب الحادي والثلاثون النهي عن مناجات الاثنين دون الثالث 1430 عن عبد الله بن مسؤود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه أخرجه البخاري 629 الباب الثاني والثلاثون السلام على الغلمان 1431 عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم أخرجه البخاري 6247 الباب الثالث والثلاثون لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام 1432 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه الباب الرابع والثلاثون الرد على أهل الكتاب 1433 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقال وعليكم فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا قال بلى قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الباب الخامس والثلاثون منع النساء أن يخرجن بعد نزول الحجاب 1434 عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فنادها عمر رضي الله عنه ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب أخرجه البخاري ميو ستة واربعين الباب السادس والثلاثون الإذن للنساء في الخروج لحاجتهم الف أربعمية وخمس وثلاثين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن أخرجه البخاري أربعة آلاف سبعمية وخمس وتسعين الباب السابع والثلاثون جعل المرأة ذات المحرم من خلفه 1436 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني أخرجه البخاري خمستالاف مئتين واربع وعشرين الباب الثامن والثلاثون إذا مر برجل ومعه امرأة فليقل إنها فلانة الف أربعمائة وسبعة وثلاثين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا أخرجه البخاري الفين وخمس وثلاثين الباب التاسع والثلاثون نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم الف أربعمية وثمانية وثلاثين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم الف أربعمية وثلاثين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت قال الليث بن سعد الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه أخرجه البخاري خمسة الافمتين وثنين وثلاثين الباب الأربعون النهي عن الدخول على المغيبات ألف أربعمية واربعين عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان الباب الحادي والأربعون الزجر عن دخول المخنثين على النساء 1441 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أرب أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن قالت فحجبوه أخرجه البخاري 4324 الباب الثاني والأربعون إطفاء النار عند النوم 1442 عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم أخرجه البخاري 6294 الجزء السادس كتاب الرقى الباب الأول في رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم 1443 يعني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاه جبريل عليه السلام قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين 1444 عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك الباب الثاني في السحر وسحر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم 1445 عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلاني فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئري ذي أروان قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحن ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته قال لا أما أنا فقد عافان الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت أخرجه البخاري 5763 الباب الثالث القراءة على المريض بالمعوذات والنف 1446 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي أخرجه البخاري 5016 الباب الرابع الرقية بسم الله والتعويذ 1447 عن عثمان بن أبي العاص الثقافي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر الباب الخامس التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 1448 عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاة وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله عز وجل منه واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني الباب السادس الرقية الذيغي بأم القرآن 1449 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راق فإن سيد الحي لديغ أو مصاب فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم أخرجه البخاري 2276 الباب السابع في الرقية من كل ذي حما 1450 عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حما أخرجه البخاري 5741 الباب الثامن في الرقية من النملة 1451 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة الباب التاسع في الرقية من العقرب 1452 عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمر بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه قال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه 1453 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك الباب العاشر الباب الحادي في الرقية من العين 1455 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين أخرجه أخرجه البخاري 5738 1456 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم قال إرقيهم قالت فعرضت عليه فقال إرقيهم الباب الثاني عشر في الرقية من النظرة 1457 عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها يعني بوجهها صفرة أخرجه البخاري 5739 الباب الثالث عشر الرقية بتربة الأرض 1458 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتك الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا قال ابن أبي شيبة يشفى سقيمنا وقال زهير ليشفى سقيمنا أخرجه البخاري 5745 1459 عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك الباب الرابع عشر رقية الرجل أهله إذا اشتكوا 1460 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى أخرجه البخاري 5743 1461 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت الباب الخامس عشر لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 1462 عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك كتاب المرض والطب الباب الأول ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض 1463 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها أخرجه البخاري 5648 الباب الثاني في فضل عيادة المرضى 1464 عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع 1465 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مردت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي الباب الثالث لا تقل خبثت نفسي 1466 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي أخرجه البقاري 6179 الباب الرابع لكل داء دواء 1467 عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل الباب الخامس الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء 1468 عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم أخرجه البخاري 5724 الباب السادس الحمى تذهب الخطايا 1469 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد انتهى الشريط الثاني والعشرون من فضلك انتقل إلى الشريط الثالث والعشرين اتناني دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل من أجل أن يحزنه أخرجه البخاري ستلاف ميتين وتسعين الباب الثاني والثلاثون السلام على الغلمان 1431 عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم أخرجه البخاري ستلاف ميتين وسبع واربعين الباب الثالث والثلاثون لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام 1432 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه الباب الرابع والثلاثون الرد على أهل الكتاب 1433 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقال وعليكم فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا قال بلى قد سمعت فردت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث والعشرون الوجه الأول يبدأ حالا تابع لكتاب المرض والطب من مختصر صحيح مسلم الباب السابع في الصرع وثوابه 1470 عن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي قال إن شئتي صبرت ولك الجنة وإن شئتي دعوت الله عز وجل أن يعافيك قالت أصبر قالت فإني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف فدعا لها أخرجه البخاري 5652 الباب الثامن التلبينة مجمة لفؤاد المريض 1471 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كل منها فإني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب تذهب بعض الحزن أخرجه البخاري 5417 الباب التاسع التداوي بسقي العسل 1472 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسل فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فضرأ أخرجه البخاري خمستالاف ستمائة واربع وثمانين الباب العاشر التداوي بالشونيز الف واربعمائ وثلاث وسبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت والحبة السوداء الشونيز أخرجه البخاري خمستالاف ستمائة وثمانية وثمانين الباب الحادي عشر من تصبح بتمر عجوة لم يضره سم ولا سحر الف أربعمائ واربع وسبعين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر أخرجه البخاري خمستالاف أربعمائة وخمسة واربعين ألف أربعمائة وسبعين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة الباب الثاني عشر الكمأة من المن وماءها شفاء العين 1476 عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزله الله عز وجل على موسى وماءها شفاء للعين أخرجه البخاري 5708 الباب الثالث عشر التداوي بالعود الهندي وهو الكست 1477 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بن تمحصن وكانت من المهاجرات الأول اللات بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بن أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة قال يونس أعلقت غمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به الكست فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب قال عبيد الله وأخبرت ني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنطحه على بوله ولم يغسله غسلا أخرجه البخاري خمست هلاف سبعمية وخمست عش الباب الرابع عشر التداوي باللدود 1478 عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم أخرجه البخاري 4458 الباب الخامس أشر في الحجامة والصعوط 1479 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى أخرجه البخاري 5691 الباب السادس عشر التداوي بالحجامة والكي 1480 عن عاصم بن أمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو جراحا فقال ما تشتكي قال خراج بي قد شق علي فقال يا غلام ائتني بحجام فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله قال أريد أن أعلق فيه محجما قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد أخرجه البخاري خمسة الاف ستمية ثلاثة وثمانين الف اربعمائة وثمانين عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنهما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبى طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم الباب السابع التداوي بقطع العرق والكي 1482 عن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه الباب الثامن عشر التداوي للجراح بالكي 1483 عن جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية الباب التاسع عشر التداوي بالخمر فيه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وقد تقدم في كتاب الأشربة الحديث 1279 كتاب الطاعون الباب الأول في الطاعون وأنه رجز فلا تدخل عليه ولا تخرج فرارا منه 1484 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرج النه الفرار منه أخرجه البخاري ستالاف تسعمية واربعة وسبعين الف أربعمية وخمسة وثمانين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال بن عباس فقال أمر أدعو لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء قال ارتفعوا عني ثم قال ادعو لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعو لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى أمر بالناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة ابن الجراح أفرارا من قدر الله فقال أمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان أمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت أرأيت لو كان لو كان لك إبيل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدم عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرج فرارا منه قال فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انصرف أخرجه البخاري خمستالاف سبعمية وتسع وعشرين كتاب الطيرة والعدوى الباب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة الف أربعمية وستة وثمانين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإب لتكون في الرمل كأنها الضباء فيجيء البئير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها قال فمن أعدى الأول وفي رواية لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة أخرجه البخاري خمسة ألاف سبعمية وسبعة الباب الثاني قال أبو سلم كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو بن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطنا بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة إني قلت أبي قال قال أبو سلم ولا أمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخرة أخرجه 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 البخاري خمستالاف سبعمية وسبعين الباب الثالث لا نوأ ألف أربعمية وثمانية وثمانين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوأ ولا صفر الباب الرابع لا غول ألف أربعمية وتسعة وثمانين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول الباب الخامس في اجتناب المبتلى ألف أربعمية وتسعين عن الشريد رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع الباب السادس في الفأل الصالح ألف أربعمية وتسعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول الله وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم أخرجه البخاري خمسة لاف سبعمية وخمسة وخمسين الباب السابع الشؤم في الدار والمرأة والفرس ألف ألف أربعمية وثنين وتسعين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار أخرجه البخاري خمسة لاف واربع وتسعين ألف أربعمية وثلاث وتسعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس أخرجه البخاري خمسة لاف واربع وتسعين كتاب الكهانة الباب الأول النهي عن إتيان الكهان وذكر الخط فيه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وقد تقدم في كتاب الصلاة الحديث ثلاثمئة ثلاثة وثلاثين الباب الثاني ما يختطفه الجن ألف أربعمية وأربعة وتسعين عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة أخرجه البخاري خمسة لاف سبعمية وثنين وستين الباب الثالث في رمي الشياطين بالنجوم عند استراق السماع ألف أربعمية وخمس وتسعين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل وفي رواية رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعال اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر إلى هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاء به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون الباب الرابع من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 1496 عن صفية هي بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة كتاب الحيات وغيرها الباب الأول النهي عن قتل ذوات البيوت 1497 عن ابن أمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتل الحيات والكلاب وقتلوا ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت أخرجه البخاري ثلاث ميتين سبعة وتسعين الباب الثاني إيذان العوامر ثلاثا 1498 عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر من الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتاة قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا أدعو الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان الباب الثالث قتل الحيات 1499 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتذرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها أخرجه البخاري 1830 الباب الرابع في قتل الأوزاغ 1500 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزاغ وسماه فويسقا أخرجه البخاري 3307 1501 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك الباب الخامس في قتل النمل نزل 1502 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة أخرجه البخاري 3319 انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الباب السادس في قتل الهر 1503 عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أخرجه البخاري 2365 الباب السابع في الفأر وأنه مسخ 1504 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبلي لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته قال أبو هريرة فحدثت بهذا الحديث كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال ذلك مرارا قلت أقرأ التوراة وفي رواية أفأنزلت علي التوراة أخرجه البخاري 3305 الباب الثامن سقي البهائم 1505 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيا فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجر فقال في كل كبد رطبة أجر أخرجه البخاري 2363 كتاب الشعر وغيره الباب الأول في الشعر وإنشاده 1506 عن الشريد رضي الله عنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مئة بيت الباب الثاني أصدق كلمة قالها الشاعر 1507 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شائر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم أخرجه البخاري 6147 الباب الثالث كراهية الامتلاء من الشعر 1508 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعر الباب الرابع حثي التراب في وجوه المداحين 1509 عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحث في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب الباب الخامس في كراهية التزكية والمدح 1510 عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إنه رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا أخرجه البخاري 2662 الباب السادس اللعب بالنردشير 1511 عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه كتاب الرؤية الباب الأول في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 1512 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب 1513 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتان الله بعد يوم بدر أخرجه البخاري 3622 الباب الثاني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب والعنسي الكذاب 1514 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته فقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك ولئن أتبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيك ما أريت فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فكان أحدهما العنسية صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة أخرجه البخاري 3620 و3621 الباب الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني 1515 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي وقال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق أخرجه البخاري 6993 الباب الرابع الرؤية من الله والحلم من الشيطان 1516 عن أبي سلمة قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره فقال إن كنت لأرى الرؤية أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فلا أباليها أخرجه البخاري 5747 الباب الخامس الرؤية الصالحة من الله ومن رأى ما يكره فلا يحدث به 1517 عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤية تمرضني قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا إن كنت لأرى الرؤية فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرؤية الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره أخرجه البخاري سبعة آلاف أربع وأربعين الباب السادس إذا رأى ما يكره فليتعوذ وليتحول عن الجنب الذي كان عليه 1518 عن جابير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤية يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه الباب السابع رؤي المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 1519 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أخرجه البخاري 6987 الباب الثامن الرؤية الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة 1519 عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة الباب التاسع إذا اقترب الزمان لم تكد رؤية المسلم تكذب 1520 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤية المسلم تكذب وأصدقكم رؤية أصدقكم حديثا ورؤية المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة والرؤية ثلاثة فالرؤية الصالحة بشرى من الله ورؤية تحزين من الشيطان ورؤية مما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس قال وأحب القيد وأكره الغلة والقيد ثبات في الدين فلا أدري هو في الحديث أم قاله بن سيرين أخرجه البخاري سبعة آلاف سبطعش الباب العاشر ما جاء في تأويل الرؤيا 1521 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوتا ثم أخذ به رجل من بعدك فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلا قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلا أعبرنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبرها فقال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت قال لا تقسم أخرجه البخاري 7046 الباب الحادي عشر لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام 1522 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرجا فاشتدت على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه كتاب الفضائل فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الباب الأول اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم 1523 عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم الباب الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم 1524 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع الباب الثالث مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم 1525 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكادت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكاد منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجه البخاري 79 1526 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق أخرجه البخاري 6482 الباب الرابع تتميم الأنبياء وختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم 1527 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أخرجه البخاري 3535 الباب الخامس تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم 1528 عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن الباب السادس نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم 1529 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمه دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضع جميع أصحابه قال قلت كم كان يا أبا حمزة قال كان زهاء الثلاثمئة أخرجه البخاري 169 الباب السابع آيات النبي صلى الله عليه وسلم في الماء 1530 عن معال بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصل الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصل المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قالا نعم فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمعا في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه ووجهه ثم أعاده فيه فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير شك أبو علي أيهما قال حتى استقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملأ جنانا انتهى الشريط الثالث والعشرون من فضلك انتقل إلى الشريط الرابع والعشرين بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع والعشرون الوجه الأول يبدأ حالا تابع لكتاب الفضائل فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من مختصر صحيح مسلم الباب الثامن بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام الف خمسمية وحد ثلاثين عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه ومرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم الف خمسمية واثنين وثلاثين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داج قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعالى أنت في نفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيها لن بكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو أخرجه البخاري أربعة آلاف مئة وثنين ألف خمسمية وثلاثة وثلاثين عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجنا ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال أوهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال ويم الله ما من الثلاثين ومئة إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له قال وَجَعَلَ وَجَعَلَ قَصَعَتَيْنِي فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصَعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَائِيرُ أو كما قال أخرجه البخاري 2618 1534 عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة قال فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدر هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر قال وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبثا حتى صلية العشاء ثم رجعا فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أوما عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء قد أرضوا عليهم فغلبوهم قال فذهبت أنا فاختبأت وقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا وقال والله لا أطعمه أبدا قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر قال لمرأته يا أخت بني في راس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فعرفنا إثني عشر رجلا مع كل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل قال إلا أنه معهم فأكلوا منها أجمعون أو كما قال أخرجه البخاري ستمية واثنين الباب التاسع في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن 1535 عن المقداد رضي الله عنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماؤنا وأبصارنا من الجهد قال فجعلنا نأرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقضان قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم وما به حاجة إلى هذه الجرعة فأتيتها فشربتها فلما أنوغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي وجعل لا يجيئني النوم وأما صاحبايا فناما ولم يصنع ما صنعت قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك فقال اللهم أطعم من أطعمني وسق من سقاني قال فعمدت إلى الشملة فشدتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي حافل وإذا هن حفل كلهن فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه قال فحلبت فيه حتى علته رغوة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة قال قلت يا رسول الله اشرب فشربا ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشربا ثم ناولني فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس الباب العاشر بركة النبي صلى الله عليه وسلم في السمن 1536 عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك رضي الله عنها كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتها قالت نعم قال لو تركتيها ما زال قائما الباب الحادي عشر انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم 1537 عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسري بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت عليه فقلت ثمه قالوا لا فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا قال قلت آه الله قال الله قلت آه الله قال الله قلت آه الله قال الله فأتى بصحيفته فمحاها بيده قال فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل فأشهد بصر عيني هاتيني ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتيني ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله قال فقلت له أنا يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتيني وسمع أذني هاتيني ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مجتملا به فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله أتان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قال فجشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قال فجشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قلنا لا أينا يا رسول الله قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن أحد قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا فثارفة من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدية بن عمر الجهني وكان الناضح يعتقبه من الخمسة والستة والسبعة فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلد فقال له فقال له شأ لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره قال أنا يا رسول الله قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذنان قلنا نعم يا رسول الله فأشرع ناقته فشربت شنق لها فشجت فبالت ثم عدل بها فأناخها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فقال هكذا بيده يعني شد وسطك فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدد على حقك سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه وكنا نخطبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه فشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيحا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال إنقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبئير المخشوش الذي يصانع قائدة حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال إنقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما فقال التئما علي بإذن الله فالتأمتا قال جابر فخرجت أحضير مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتئذا قال محمد بن عباد فيتبعد فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا وأشار أبو إسماعيد برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي قلت نعم يا رسول الله قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فاندلق لي فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله فعم ذاك قال إني مررت بقبريني يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفها عنهما ما دام الغصنان رطبين قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه قال اذهب فأتني به فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده ثم أعطانه فقال يا جابر نادي بجفنة فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال فقلت هل بقي أحد له حاجة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملآة وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله تعالى أن يطعمكم فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلائه فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطقطئ رأسه انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الباب الثاني عشر في انشقاق القمر الف خمسمية وثمانية وثلاثين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء إذ انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا أخرجه البخاري ثلاثة لاف ستمية وستة وثلاثين الف خمسمية وثلاثين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين أخرجه البخاري ثلاثة لاف ستمية وثلاثين الباب الثالث عشر منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بأذاه الف خمسمية واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال فقيل نعم فقال واللات والعزة لإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنى مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو بشيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه وفي رواية قال وأمره بما أمره به في رواية فليدعو ناديه يعني قومه الباب الرابع عشر منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله الف خمسمية واحد وأربعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال وتفرق الناس في الواد يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال لي من يمنعك مني قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فها هو جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري أربعة آلاف مئة تسعة ثلاثين الباب الخامس عشر في السمي وأكل الشات المسمومة الف خمسمية واثنين واربعين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات مسمومة فأكل منها فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليصلتك على ذلك قال أو قال علي قال قالوا ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري الفين ستمية وسبطعش الباب السادس عشر في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص الف خمسمية وثلاثة واربعين عن أبي حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله فانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بائير فليشد عقالة فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها فقالت أعشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه ثم قال إن خير دور الأنصار دار بن النجار ثم دار بن عبد الأشهل ثم دار بن الحارث بن الخزرج ثم دار بن ساعدة وفي كل دور الأنصار خير فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا فقال أوليس بحسبكم أن تكون من الخيار أخرجه البخاري 1481 و1482 الباب السابع عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخذ بحجزكم عن النار 1544 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلما عن النار هلما عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها أخرجه البخاري 6483 الباب الثامن أشر كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية 1545 عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رقص لي فيه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية أخرجه البخاري 60101 الباب التاسع عشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى 1546 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل أخرجه البخاري 3560 الباب العشرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه وقوله أفلا أكون عبدا شكورا 1547 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أخرجه البخاري 1130 الباب الحادي والعشرون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض 1548 عن جند بن رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض أخرجه البخاري 6589 الباب الثاني والعشرون في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وورود أمته 1549 عن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يضمأ بعده أبدا قال وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيأخذ أناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عمل بعدك والله ما برح بعدك يرجعون على أعقابهم قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا أخرجه البخاري ستالاف خمسمائة وتسع وسبعين وستالاف خمسمائة ثلاثة وتسعين الف خمسمائة خمسين عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني قال لا فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب أخرجه البخاري ستالاف خمسمائة وتسعين وستالاف خمسمائة وتسعين الف خمسمائة وخمسين عن ابن أمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح وفي رواية حوضي وفي رواية قال عبيد الله فسألته يعني نافعا فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال وفي رواية ثلاثة أيام أخرجه البخاري ستالاف خمسمائة وسبعين الف خمسمائة واثنين وخمسين عن جابر بن سمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيله كأن الأباريق فيه النجوم ألف خمسمائة وثلاثة وخمسين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يضم آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يضم عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيله وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ألف خمسمائة وخمسين عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغد فيه ميزاباني يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق ألف خمسمائة وخمسين عن عقبة بن آمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها أخرجه البخاري 1344 الباب الثالث والعشرون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه 1556 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء أخرجه البخاري 3548 1557 عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعة بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 3551 1558 عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري قال فقلت له فكيف رأيته قال كان أبيضا مليحا مقصدا قال مسلم مات أب الطفيل سنة مئة وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الرابع والعشرون في خاتم النبوة 1559 عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا الدهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده 1560 عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة أخرجه البخاري 1561 عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحمة أو قال ثريدا قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سورة محمد الآية 19 قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفيه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل الباب الخامس والعشرون صفة فمن نبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعاقبه 1562 عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العين منهوس العقبين قال قلت لسماك ما ضريع الفم قال عظيم الفم قال قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قال قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب الباب السادس والعشرون في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم 1563 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يكره أن ينتفى الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته قال ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أخرجه البخاري 3550 الباب السابع والعشرون في شيب النبي صلى الله عليه وسلم 1564 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا قد شاب كان الحسن بن علي رضي الله عنه ما يشبهه أخرجه البخاري 3543 الباب الثامن والعشرون صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم 1565 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه أخرجه البخاري 593 و 5904 و 5905 1566 عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه أخرجه البخاري 5903 و 5904 و 5905 الباب التاسع والعشرون في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه 1567 عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد أخرجه البخاري 3558 الباب الثلاثون في تبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حديث جابر بن سمرة وقد تقدم في كتاب الصلاة بل هو عن أنس برقم 280 الباب الحادي والثلاثون كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها 1568 عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه أخرجه البخاري 3562 الباب الثاني والثلاثون طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولي نمسه 1569 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 3561 عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار الباب الثالث والثلاثون عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد حين يأتيه الوحي 1571 عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا أخرجه البخاري اثنين 1572 عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته وأحيانا ملك في صورة الرجل فأعي ما يقول أخرجه البخاري اثنين الباب الرابع والثلاثون طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم 1573 عن أنس رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال عندنا فعرق وجاءت أم بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنئين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب أخرجه البخاري ستلاف ميتين واحد ثمانين الباب الخامس والثلاثون التبرك من عرق النبي صلى الله عليه وسلم 1574 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبتي الباب السادس والثلاثون في قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به 1575 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغدات جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغدات الباردة فيغمس يده فيها 1576 عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل 1577 عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها انتهى الشريط الرابع والعشرون من فضلك انتقل إلى الشريط الخامس والعشرين بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس والعشرون الوجه الأول يبدأ حالا تابع لكتاب الفضائل فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من مختصر صحيح مسلم الباب السابع والثلاثون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال الف خمسمائة وثمانية وسبعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع قال عمر فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة أخرجه البخاري ألف ثلاثمئة وثلاثة ألف خمسمئة وتسع وسبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع ابن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم أخرجه البخاري خمسة هلاف وتسعمئة وسبع وتسعين الباب الثامن والثلاثون رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمره السواق بهن بالرفق ألف خمسمئة وثمانين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير أخرجه البخاري ستالاف مئة وتسع واربعين الباب التاسع والثلاثون في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه إلى الحرب ألف خمسمئة وثمانين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر قال وكان فرسا يبطأ أخرجه البخاري الفين وتسعمية وثمانية الباب الأربعون كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا الف خمسمية وثنين وثمانين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أونيس ذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا الباب الحادي والأربعون صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم 1583 ثمانين عن عروة بن الزبير قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة وعائشة رضوان الله عليها تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه الباب الثاني والأربعون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة 1584 عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا أخرجه البخاري سبعين الباب الثالث والأربعون كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير 1585 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أخرجه البخاري ستة الباب الرابع والأربعون ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قطوا فقال لا الف خمسمية وستة وثمانين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قطوا فقال لا أخرجه البخاري ستة الاف واربع وثلاثين الف خمسمية وسبعة وثمانين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلم فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها الباب الخامس والأربعون في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وكثرته 1588 عن ابن شهاب قال غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مئة من النعم ثم مئة ثم مئة قال ابن شهاب حدثني سيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي الباب السادس والأربعون في عداته صلى الله عليه وسلم 1589 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي أمال البحرين فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم أعيدة أو دين فليأتي فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحثى أبو بكر رضي الله عنه مرة ثم قال لي عدها فعدتها فإذا هي خمسمائة فقال خذ مثليها أخرجه وأنا وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما أخرجه البخاري 3532 3591 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقف والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة الباب الثامن والأربعون كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 1592 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة أخرجه البخاري ثلاث تسعمية وثلاث تسعمية ثلاث ألف خمسمية وثلاث وتسعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرا أخرجه البخاري ثلاث تسعمية وثلاث تسعمية وثلاث الباب التاسع والأربعون كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض 1594 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وستين وعمر رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وستين 1595 عن عمار مولى بن هاشم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا عليه فأحببت أن أعلم قولك فيه قال أتحسب قال قلت نعم قال أمسك أربعين بعث لها خمس عشرة بمكة يأمن ويخاف وعشرا من مهاجره إلى المدينة وقد تقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ستين سنة أنظر الحديث 1556 الباب الخمسون إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها منه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره الباب الحادي والخمسون في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية 1597 عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليهم فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية أخرجه البخاري 2359 و2360 الباب الثاني والخمسون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم 1598 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين قال فقام أمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا قال فقام ذلك الرجل فقال من أبي قال أبوك فلان فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم سورة المائدة الآية 101 أخرجه البخاري 7089 1599 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته أخرجه البخاري 7289 1600 عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار قال فلما قف الرجل دعاه فقال إن أبي وأباك في النار الباب الثالث والخمسون في الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاختلاف عليه في المساءلة 1601 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أخرجه البخاري 7288 الباب الرابع والخمسون فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين والفرق بينه وبين الرأي للدنيا 1602 عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا قال فأخبر بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تآخذون بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل الباب الخامس والخمسون تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه 1603 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم قال أبو إسحاق يعني بن محمد بن سفيان المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يراني وهو عندي مقدم مؤخر أخرجه البخاري 3587 الباب السادس والخمسون في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله 1604 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم صلى الله عليه وسلم الباب الأول في ابتداء خلق آدم عليه السلام 1605 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل الباب الثاني في فضل إبراهيم الخليل عليه السلام 1606 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام الباب الثالث اختتان إبراهيم عليه السلام 1607 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو وابن ثمانين سنة بالقدوم أخرجه البخاري ثلاثة الاف ثلاثمية وستة وخمسين الباب الرابع قول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى وذكر لوط ويوسف عليهم السلام الف ستمية وثمانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال أرب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطبئن قلبي سورة البقرة الآية ميتين وستين قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي أخرجه البخاري ثلاثة الاف ثلاثمية واثنين وسبعين الباب الخامس في قول إبراهيم عليه السلام إني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا وفي سارة هي أختي ألف ستمية وتسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم سورة الصفات الآية تسعة وثمانين والثاني قوله بل فعله كبيرهم هذا سورة الأنبياء الآية ثلاثة وستين وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بصت يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادعي لها أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادعي الله أن يطلق يديا فلك الله أن لا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر قال فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام إن صرف فقال لها مهيم قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء أخرجه البخاري ثلاثة الاف ثلاثمية وسبعة وخمسين الباب السادس في ذكر موسى عليه السلام وقوله تعالى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها ألف ستمية وعشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا قال فكان لا يرى متجردا قال فقال بني إسرائيل إنه آذر قال فاغتسل عند مويه فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ثوب حجر ثوب حجر حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها سورة الأحزاب الآية تسع وستين أخرجه البخاري ثلاثة أربعمية وأربعة انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الباب السابع في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام 1611 عن سائد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر فقال كذب عدو الله سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى أي رب كيف لي به فقيل له احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة فرقد موسى وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق فكان للحوت سربا وكان لموسى ولفتاه عجبا فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا قال يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا نائما مسجا عليه بثوب فسلم عليه موسى فقال له الخضر أنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بن إسرائيل قال نعم قال إنك على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه قال له موسى عليه السلام هل أتبئك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال نعم قال فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال له موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله فقال موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فواجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه يقول مائل قال الخضر بيده هكذا فأقامه قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفون ولم يطعمون لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وإلمك من علم الله عز وجل إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر قال سعيد بن جبير وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا أخرجه البخاري 3400 الباب الثامن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين أنبياء الله 1612 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه شك عبد العزيز قال لا والذي اصطفى موسى على البشر قال فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى على البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا وقال فلان لطم وجهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه قال قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال لا تفضل بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى أخرجه البخاري 3414 الباب التاسع في وفاة موسى عليه السلام 1613 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرض الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال فالآن من قريب رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر أخرجه البخاري 1339 الباب العاشر في قول النبي صلى الله عليه وسلم مررت على موسى عليه السلام يصلي في قبره 1614 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره الباب الحادي عشر في ذكر يوسف عليه السلام 1615 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه أخرجه البخاري 3353 الباب الثاني عشر في ذكر زكريا عليه السلام 1616 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكرياء نجارا الباب الثالث عشر في ذكر يونس عليه السلام 1617 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله عز وجل لا ينبغي لعبد لي وقال ابن مثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى أخرجه البخاري 3416 416 الباب الرابع عشر ذكر عيسى عليه السلام 1618 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بإيسى بن مريم في الأولى والآخرة قالوا كيف يا رسول الله قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي أخرجه البخاري 3443 الباب الخامس عشر مس الشيطان كل مولود إلا مريم وابنها عليهم السلام 1619 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا بن مريم وأمه ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سورة آل عمران الآية 36 الباب السادس عشر قول عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت نفسي 1620 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى إيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له إيسى سرقت قال كلا والذي لا إله إلا هو فقال إيسى آمنت بالله وكذبت نفسي أخرجه البخاري 3444 كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الباب الأول قوله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما 1621 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أخرجه البخاري 3653 الباب الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر 1622 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى 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 أبو بكر رضي الله عنه وبكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر أخرجه البخاري ثلاثة تسعمية وأربعة الباب الثالث أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه 1623 عن أبي عثمان قال أخبرني عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال ثم أمر فعد رجالا أخرجه البخاري 3662 الباب الرابع اجتماع أعمال البر للصديق ودخوله الجنة فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم في الزكاة انظر الحديث 543 الباب الخامس في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر 1624 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راء في غنمه عدى عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراع حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غير فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 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 أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وأمر أخرجه البخاري 3471 الباب السادس مرافقة الصديق والفاروق النبي صلى الله عليه وسلم 1625 1625 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع أمر وضع أمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه فترحم على أمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذا كأني كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وأمر ودخلت أنا وأبو بكر وأمر وخرجت أنا وأبو بكر وأمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما أخرجه البخاري 3677 الباب السابع استخلاف الصديق رضي الله عنه 1626 عن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر ثم قيل لها من بعد أمر قالت أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا 1627 عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك قال أبي كأنها تأني الموت قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر أخرجه البخاري 3659 1628 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر الباب الثامن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1629 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أرأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدية ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين أخرجه البخاري 23 1630 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم أخرجه البخاري 82 1631 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أرأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبيني وفي نزئه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى أبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطا حتى ضرب الناس بعطا أخرجه البخاري 3664 1632 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار أخرجه البخاري 3242 1633 عن سعد بن أبي وقاصد رضي الله عنه قال استأذن أمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن أمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال أمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب قال أمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن ثم قال أمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك أخرجه البخاري ثلاثة الاف ميتين واربع وتسعين الف ستمية واربع وثلاثين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن أمر بن الخطاب منهم قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون أخرجه البخاري ثلاثة الاف وستمية وتسعة وثمانين الف ستمية وخمسة وثلاثين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسار بدر الف ستمية وستة وثلاثين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله عز وجل فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم سورة التوبة الآية ثمانين وسأزيد على سبعين قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره سورة التوبة الآية أربع ثمانين انتهى الشريط الخامس والعشرون من فضلك انتقل إلى الشريط السادس والعشرين ترجمة نانسي قنقر شكرا للمتeni ترجمة نانسي قنقر